استقبل اللواء ركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج وفدى كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيارة والاركان بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية شقيقة برئاسة اللواء ركن عبدالله بن صالح العنزي قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيارة والاركان وقد رحب اللواء ركن رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بالوفد الزاير وتبادل الجانبان الحديثة في عدد من الموضوعات الأكاديمية والتدريبية المشتركة